ولكن عشان كمان بكرة نشوف كلمنا على قاهرة جديدة والناس المسؤولين فيها والإهمال اللي موجود النهاردة الرقابة الإدارية الصبح ساعة تسعة طلعت بيان في غاية الأهمية البيان ده ملخصه هراء الحضراتك ولكن ملخصه وأخطر ما في البيان عدم التنسيق بين وزارات والمحافظة والنقل إنه ما فيش تنسيق فلما الرقابة الإدارية يصدر عنها هذا البيان اللي بيقول بشكل واضح إنه ما فيش تنسيق بين وزارات الإسكان الكهرباء النقل محافظة القاهرة يبقى احنا عندنا مشكلة إنه كمان فيه مالجسيم حصل وصل إلى حد جريمة جنائية اللي هو التسليم والتسلم فيه المشروع الجديد اللي استلموه من كم يوم من كم يوم أقصد في يناير الماضي اللي هو من كم يوم يعني إنه فيه مشكلة جنائية وبالتالي النيابة العامة تحقق والنائب العام طلع باني النهاردة كمان طلب من الرقابة الإدارية لو سمحته قلوا لنا القصور فين والجهات والمعنيين وبين طبعا تم إيقاف عدد من المسؤولين ومن شوية بعض الأخبار بتقول إن وزير الإسكان أجرى حركة تغييرات في هذه المنطقة عمل حركة التنقلات سريعة لأن وزير الإسكان نفسه راح وقف طول اليوم في اليوم ده يوم الاتنين يوم الخميسة أنا أسف أو يوم الأربعة ولكن هم راحوا موجودين يوم الخميسة المشكلة الأكبر واللازم نعترف لم يبقى عندنا أجازة طويلة نخلي بالنا لأنه كنا في أجازة طويلة أربع خميس جمعة سبت عايز أقول لكم على ضمانتي ومسؤولتي في ناس كتير ما كانتش موجودة ما كانتش إيه موجودة اللي سافر بقى نقض كم يوم والريح بقى كم يوم وده السبب الرئيسي السبب الرئيسي أو واحد من الأسباب الرئيسي عشان مش هو السبب الواحد واحد من الأسباب المهمة الناس اللي بيشتغلوا في الخدمة اللي هم خدمة المواطنين يخلوا بالهم لأنه ده اللي سبت ده ممكن حد ميطلعش يقوله لكم ولكن أنا بقوله لحضراتكم إنه الأجازة في الناس بقى ريحت التلات بقى نبدأ إيه نريح نفسنا فنبدأ نروح فين هو ده اللي حصل ده جزء من الحكاية جزء آخر ونحن بنبه من دلوقتي أرجو الجهات المعنية معرفش مين لو كانت مرور أهلا وسهلا محافظة أهلا وسهلا الطرق وكبري أهلا وسهلا اسكان أهلا وسهلا نقل أهلا أي حد شوفوه لكم حل شوفوه لكم حل في الطرق الطوالي يعني يه الطرق الطوالي زي الدائري الدائري ده بعد الشر عليك بعد الشر عليكم لو حصل عربية تعطلت في الدائري العربية دي ممكن توقفك خمس ستة ثمان ساعات في حين إنه الموضوع ممكن يتحل في خمس دقائق ليه بقول خمس ستة ساعات سبع ثمان ساعات الدائري من أوله لآخره ما فيش منزل وما فيش مطلع يعني فيه حدث معاناة في الدائري وأرجو المعنيين يشوفوا هذه الأماكن اللي أتكلم عليها ياخدوا لفة كده على الدائري وده اللي أدى المشاكل كبيرة للناس يعني ممكن الناس على فكرة كان ممكن تنفه وترجع وتروح ما عندهمش أي مشكلة خالص يرجعوا تاني مكان ما جم أو يرجع تاني يروح طريق آخر جانبي ما أقدرش ليه الدائري مأفول واللي فكر ما قادرش يعمل خروج منه في أي مكان أماكن كتيرة يعني من غير مدى ولكن أنا بعني السؤال اللي أنا بطرحه على حضراتكم فشوفوا الدائري من النهاردة حد يعمل جولة كده عليه على فكرة عشان الأهم العادية مش لازم يكون فيه مطرة حتى الزحمة لما بتلاقي الطريق واقف من أول تجمع لحد الجيزة انزل بقى ممكن لحد ما توصل للمعادي فيها ساعتين ومن المعادي للجيزة كمان فيها ساعتين أنا بتكلم بجد مفيش حتة تنزلك أو تطلعك أو تخليك تاخد مكان جانبي فشوفوا الحكاية دي لو أنت جاي مثلا خد بقى من منزل المعادي من الجيزة وعد بقى نيل وامشي بقى ناحية كرفور وروح لحد فين كل دا مفيش أنا بعني الكلام اللي بقوله لحضراتكم فلو سمحتم لو سمحتم عشان مصالح الناس اليومية وليس بسبب الأمطار أو بسبب الحوادث إن المواطن قرر إن أنا خلاص هرجع تاني مش مكمل مشواري أرجع اديني طريق اعملوا فتحات عارفيني اليوم المطر دي لو فيها فتحات كان مع معاناة ناس كتير جدا ما كانش المعاناة اللي احنا شفناها لو الناس شفتها إنه ممكن يشتكوا فلو سمحتم أنا بقول لكم وهو فكرة تقدروا تعملوها تتصرفوا فيها وكل الطرق الطوالي يبقى فيها زي ما احنا نشوف في أي مكان في الدنيا نشوفوا الكلام دا نعمله لو سمحتم نوفر كتير قاوة على نوفر كتير قاوة على الناس ونريح الناس أيضا طريق العن السخنة كنت تكلمتي يومها وعرضت الفيديو وقلت له لا ما كانش العن السخنة اللي بعته الفيديو لأنه بس كنا